اشتركوا في القناة اضاع فرصة هدف التعادل للعنابي هجما مثالية لكاظما بدأها الماستروم شاري العازمي وانهاها بنفسه مسجل ثاني الاهداف للسفير يردها حارس المرمى يردها محمد هادي ويتلعب المرة الثانية ويسددها بشاري بالجول جول كاظما لا يهدأ ويفرض افضليته على مجريات الشوت ويتحصل شبيب الخالدي على ركلة جزاء انبرا لها الكسليمة مضيفا ثالث الاهداف الشوت الثاني ينطلق مع ضغط نصراوي بحثا عن هدف التقليص لكن دون جدوى كاظما اعتمد على سلاح المرتدات والتزديد عن طريق المبدع عمر حبيتر والفرصتين خارج الملعب زبل لعنزي تحصل على ركلة جزاء نفذها مشعل فواز مقلصا الفارق لفريقة قبل النهاية جراح المرزوق يسقط داخل منطقة المحرمة مطالبا بركلة جزاء والحكم اشار الى خطأ بداع التنفيل لتنتهي المواجهة بفوز السفير الكاظماوي بثلاثة اهداف مقابل هدف للعنابي مجمع المبارات كنا افضل يعني حتى الشوطة الاول يمكن الثلاثة هداف يمكن حتى واحد فيهم ضربة جزاء انا ما ادو شون حسب ضربة جزاء يعني اعتقد انه سوى اخطائ حتى مو شرط بس البلنتي اللي حسبها يعني حتى بعض الاخطاء الفاول يعني كان ممكن يعني فيه اخطاء ممكن يعني هذا تأثير في سهل المبارات يعني نتيجة لو مو جول وفي جول اعتقد في بلنتي او شي يعني كانت نتيجة يمكن تصير لتنتيجة سنين واحد وفتوى الناس لكن انا ما بيعلق على يعني احلق الخاق الصارة على اخطاء الحكم لكن هو جزء من اللعبة الفوز يمكن يعني بوقت حلو يعني عندنا وكفة راجح حساباتنا من يديد يعني مركز رابع مو طموحنا دي كاظ ما احنا طموحنا ان شاء الله يعني افضل من هالمركز هذا عندنا فترة نحن يعني وكفة سبوعين تقريبا رتب صفوفنا ان شاء الله وان شاء الله للغسم الثاني ان ادي افضل من اللي ادينا تعرض اخونا الفوز دوسري حارس مرمونادي كاظم حق يصابة بسبب التحام بالوي ولكن تعرض الى قط داخل الشفة من داخل الشفة العلوية توقع السفلية خمسة ورز تورح مع صحبة مدير الكرة ومدير جهاز الكرة أخوي العود ونصور الاثنيب وحمد لله تلقى العلاج اللازم في مسجل فراني ورجع النصر يتكبت خسارته الثانية على التوالي وتضعه في موقف محرج مع فرق القاع كالما يعود مجددا الى طريق الانتصارات التي توقفت بالجولة الماضية وينهي القسم الاول بالمركز الرابع بعد فوزه على النصر بثلاثة اهداف مقابل هدف فواز الصلال لبرنامج الديربي